موسيقى 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 اللي بالحاجات اللي احنا هنتعرض له فيها اول حاجة هنتكلم فيها في هذا الكورس عن البويلر objective for control وهي اهمها ثلاث حاجات safety availability performance how to maintain safety to increase availability and increase performance البويلر بتتكون من two main system السيستم الاولاني اسمه steam water system والسيستم التاني هو combustion system وهنتكلم عنهم بالتفصيل أثناء الكورس start up sequence وهي هي السيستم اللي بتحكمنا فيها combustion safeguard system furnace safeguard supervisory system emergency and safety instrumented systems process controls and instrumentation مستخدمة control loops بصفة عامة اللي بتاعكم بويلر وانواع الكنترول المختلفة منها cascade control feed forward control ratio control هنتكلم بعد كده على drum level اللي بيتم فيها تسخين الماء اللي تحويلها الاستيم وازاي بنعمل هذا الكلام بالتفصيل هنتكلم على furnace and air draft controls وازاي بنعمل الكلام ده pressure fired boiler ازاي بنعمل firing عشان نسخن الووتر جوه البويلر هنتكلم بالتفصيل على combustion control system و types of boiler fuel gaseous fuel liquid fuel solid هنتكلم على burn and management system اللي بيتحكم في كل systems المختلفة اللي بتبقى مسؤولة عن عمل البويلر أثناء التشغيل هنتكلم على modes بتاعت operation manual automatic way normal safety shutdown هنتكلم على safety integrity level هنتكلم على ignition systems ازاي بتتم gas electric oil electric continuous or interrupted هنتشوف ازاي flame بيتم عملها وبيتم انشاءها علشان تبتدي تولع burner هنشوف steam and load control وازاي بيتم pressure and load control function داخل burner هنتكلم على steam temperature control وازاي بنقدر نستفيد من اي حاجة بتسخن عشان نبرد بيها واي حاجة بتبرد عشان نكون عايزين نسخنها وبعد كده هنبتدي نشوف السيميولاتور اللي بيتم عن طريقه dynamic simulation لبويلر كحقيقي موجود بال values وازاي نبتدي نعمله start up وبعد كده هنعمل له and shut down وده اللوجيك اللي بيحكمه ونتمنى حصن الحظ الجريح ونتمنى حصن الحظ الجريح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة